بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما تلا في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل تلا من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب ليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبيس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغير كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم ياتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتموا إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير فأسروا قولكم أبجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أمنتم من في السماء يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أمنتم من في السماء يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا للطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتب ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدا أمن يمشي سبيا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع ولا بصار ولا فئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سوئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل رأيتم إلى أهلك لي الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب نليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل رأيتم إلى أصبح ماءكم غورا فمن ياتيكم بماء معين صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبلا آخرتهم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون جعلنا الله من المفلحين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغيب فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقالا في صاملها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تواخذنا إن نسينا أو اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقصط لا إله إلا هو العزيز الحكيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كف أن أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد إلا هو الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كف أنحد بسم الله الرحمن الرحيم قل عوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل عوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي المصطفى الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين الشاكرين الحامدين اللهم ربنا تقبل منا ختم القرآن وتجاوز عنا ما كان في تلاوته من السهو والنسيان أو تحريف كلمة عن موضعها أو تغيير حرف أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو تأويل على غير ما أنزلته أو ريب أو شك أو تعجيل عند تلاوته أو كسل أو سرعة أو زيغ اللسان أو وقوف بغير وقف أو إدغام بغير مدغم أو إظهار بغير بيان أو مد أو تشديد أو همزة أو جزم أو إعراب بغير مكان فاكتبه منا على التمام والكمال والمهذب من كل الألحان فاغفر لنا يا ربنا يا سيدنا لا تؤاخذنا يا مولانا وارزقنا فضل من قرأه مؤديا حقه مع الأعضاء والقلب واللسان وهب لنا به الخير والسعادة والبشارة والأمان ولا تختم لنا بالشر والشقاوة والضلالة والطغيان ونبهنا قبل المنايا عن نوم الغفلة والكسلان أمنا من عذاب القبر ومن سؤال منكر ونكير ومن أكل الديدان وبيض وجوهنا يوم البعث وأعتق رقابنا من النيران ويمن كتابنا ويسر حسابنا وثق الميزاننا بالحسنات وثبت أقدامنا على الصراط وأسكننا في وسط الجنان وارزقنا جوار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وأكرمنا بلقائك يا ديان استجب دعاءنا بحق التوراة والإنجيل والزبور والفرقان أعطنا جميع ما سألناك به في السر والإعلان وزدنا من فضلك الواسع بجودك وكرمك يا رحيم يا رحمن اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الشريعة والبرهان برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا بالآيات والذكر الحكيم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم زينا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وألبسنا بخلعة القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن وأدخلنا الجنة مع القرآن وأدخلنا الجنة مع القرآن وارحم جميع أمة سيدنا محمد بحق القرآن اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قلينا وفي القبر مؤنسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا وبيننا وبين الناس سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم اهدنا بهداية القرآن وعافنا بعناية القرآن ونجنا من النيران بكرامة القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن وارفع درجاتنا بفضيلة القرآن وكفر عنا سيئاتنا بتلاوة القرآن يا ذا الفضل والإحسان اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل جزء جزاء وبكل حزب حسنة وبكل نصف النعمة وبكل ربع رفعة وبكل ثمن ثناء اللهم ارزقنا بالألف ألفة وبالباء بركة وبالتاء توبة وبالتاء ثوابا وبالجيب جمالا وبالحاء حكمة وبالخاء خلانا وبالدال دنوا وبالذال ذكاء وبالراء رحمة وبالزاي زلفة وبالسين سناء وبالشين شفاء وبالصاد صدقا وبالضاد ضياء وبالطاء طهارة وبالضاء ظفرا وبالعين علما وبالغين غناء وبالفاء فلاحا وبالقاف قربة وبالكاف كفاية وباللام لطفا وبالميم موعظة وبالنون نورا وبالواب مصلة وبالهاء هداية وبالام الألف لقاء وبالياء يسرا وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين أجمعين اللهم بلغ ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه إلى روح سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وإلى رواح أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين وإلى رواح جميع الأنبياء والأولياء والمرسلين وإلى رواح آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأصدقائنا وأساتذتنا ومشائخنا خاصة وإلى رواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات أجمعين عامة وإلى جميع أصحاب الخيرات من المؤمنين والمؤمنات اللهم انصر من نصر الدين وجعلنا منهم واخذل من خذل المسلمين ولا تجعلنا معهم آمين 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 يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على نبيك المصطفى ورسولك المرتضى ووليك المجتبى وأمينك على وحي السماء وأحينا على سنته وأمتنا على ملته واجعلنا من أهل شفاعته واحشرنا في زمرته وأسقنا من حوضه يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم اجعل ثواب قراءتنا هذه لمن جعلته سببا لاجتماعنا هذا وآته بالقرآن في قبره الساعة الواسعة والحجة البالغة والقول الثابت والنور المستبين في اللحد المظلم وجاف الأرض عن جنبيه وارحمه واغفر له ولوالديه يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم آته بالقرآن الأمن يوم الفزع الأكبر والرخاء عند الشدة وتثقل الميزان عند الخفة وتيسير الحساب يوم العسرة والورود إلى الرحمة والورود إلى الرحمة والمغفرة يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم ما أتاك به من حسنة فتقبلها وما أتاك به من سيئة فتجاوز عنه بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم اجعل ثواب ما قرأناه وبركة ما تلولاه من كتابك العزيز هدية واصلة ورحمة متصلة منك إلى روح عبدك اللهم أوصل ثواب ذلك إليه واجعله نورا يسعى بين يديه اللهم أكرم به مقامة ويسر به حسابة وضاعف به ثوابة واجعل الرحيق المختوم شرابة اللهم أنس وحدته وارحم غربته واغفر زلته وقبل حسنته وتجاوز عنه بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم توفنا مسلمين لا مبدلين ولا مغيرين ولا فاتنين ولا مفتونين آمين 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 يا أرحم الراحمين يا رب العالمين بحرمة اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلاة لا تحد ولا ترد ولا يحصي فضائلها أحد يا رازق الطير في أوكارها والدود في صم الصحور ومن جحد يسر لنا فرجا قريبا عاجلا يسر لنا فرجا قريبا عاجلا يسر لنا فرجا قريبا عاجلا يا من صفاته قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفأن أحد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام علينا في الدنيا وسلام علينا في البرزخ وسلام علينا في الآخرة وسلام علي المرسلين والحمد لله رب العالمين اشتركوا في القناة